ورعاً بارداً وورعاً كاذباً إذا كنت أراك في نفس الوقت تستحل الدماء المعصومة باستخفاف ومن غير تحقيق مباشرةً بأدنى الشبك لا يمكن هذا هو الورع الكاذب ولقد يسأل بعضكم ما هو الورع الكاذب الورع الكاذب ورع مثل ورع ذاك الرجل التابعي الذي رأه الإمام عليه كرّض الله وجهه يمشي في سوق التمارين سوق تمر يا أخي ويحمل تمرةً يقول يا من ضاعت له تمر يتورع عن أكل كامرة سقطت في سوق التمارين من سيعرفها إلا رب العالمين كيف سنعرف هذه التمارات بأي نسب بأي خرطة جينية فالإمام عليه رأى قال كلها يا بارد كلها يا بارد فسمي الورع البارد مثل هذا أي صاحب الورع البارد أيها الأخوة قد يتورط والعياذ بالله ويتخوض في دماء المسلمين بلا حريجة بلا أدنى حريجة لا تختلج له خالجة من ضميره ويتدعي بعد ذلك ويزعم أنه شيخ المتورعين هذا نوع من اختيال التدين هذا نوع كان يسميه شيخ غزائي التدين المعلوم التدين المخشوش هذا ليس تدين حقيقيا المخشوش المخشوش شكرا